نحكيه على مالجاو مالجاو بشيكون لها عروض في سيف إن شاء الله لحقيقة عنا عروض ولكنها صدقني اللي أنا تفاجأت اللي مش برشا عليش ما نعرفش عليش لما حالة ولكن احنا قدمنا للمهرجانيت لكل ما هو متاو المهرجانيت يقول لك تعملوا يقدموا ملف بش تعمل عروض وكل شيء واللي تفهم اشكالية كبيرة ياسر في المهرجانيت تقدم العروض تقدم ملفات ولكن من بعد اللي صار حكاية ذي المهرجانيت إدارات المهرجانيت اللي ولد جمعيات ولد فيها اشكالية كبيرة كبيرة في خلاص الفنان خاطر أنا نقعد بيتها يجيبوا فنانين يخلصوهم برشا فلوس ويلقاوا لهم الفلوس وكل شيء وبان ذيكم تقول لي بلكش المهرجانيت اللي يجيبوهم الكبار اللي عندهم ميزانية والمهرجانيت الأخرين جمعية تعمل عرف يعطيوك معناتها كيفاش بش تخلص من بعد كالوزارة معناها تصبلو مش قبل العرف تقعد أنت تستنى بالرغم اللي المبلغ بسيط ما يخلص تقني ويخلص الواحد وكهو ومع هذيك تولي ساعة في بعض الأحيان أنك تقعد تجري عليك الفلوس هذيك ما تصبتش ما جيتش ما فماش الجمعية ما فماش معناتها وأنتي تعرف قدش من الجروب اللي يبدأ عندهم شيكات ويحطوهم غاديكا متاع الجمعية وما فمحت شيء فوليت إشكالية كبيرة يسر كيفاش بش تقبل العروض وما ديجا مديري المهرجانيت تحكي وهم المنح ما همش قاعدين يخذو فيهم يعني يحلك مهرجان ويبرمج لك عروض ويعاية الفنانين وهو ما ما عندوش فلوس فيه ما هوش مال ييدو يعني ما ينجمش يحكي معك وثرباتي يقول عراني بش نعتيك وإلا يحكي معك ويعطيوك شيك وبعد تقعد أنت وراك نيس تخدم يعني أنت فما موزع هو له بالحكاية هذي الموزع والفريق التقني والبوس اللي بش تخرج والكاميون اللي هزي الذكر والماتريال اللي بش تخدم بي سنوه ضوه غيره الممثلين حاجات هذي الكل بصوم كما هكيكا وزيد من بعد ما تاخدوش تولي كيرثة يولي واحد يقول لك سيب علي تولي المشكلة أنك حتى كان أنتي مثلا كلموك تلقى الطريقة هكيه تقول سمحني راني من نجمش مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة الحقيقة في الماء وزيد العروض ممخر يعني هالعروض ذي كبان لنا أحنا مش كما المطربين عندهم إشكالية أنه يخدموا الأفراح وكل شي تلقاها قبل مثلا خدمة وبعد يجي مهرجين يكلموا وفهمت ومع هذا يتعدوا على الصواب على المطربين أغلب المطربين قاعدين ما يخدموش هاي التوينسة شو مهرجانات شكون المطربين التوينسة أربعة من الناس صابر وشكون آخر وما يصابر فما مورتذا فما نوردو لغبغ رقوف مهرجانات أي إن شاء الله فرحني لو كيفي كرتاج بحليه ونو قدرت ربي تتعدل وحفل حلوة لكن معناها الباقي الباقي ما فهمش قاعدين يشاركوا في المهرجانات لأنهم المهرجانات طويقة ما عندهمش ميزانية بشي نجم جيبوا فما كلمي يتقال من بعض الفنانين كيما لبنى نعمة أنا البارح كانت حاضرة بحذية قالت أنا معا إنو المهرجانات تكون مية بالمية تونسية حتى نحن بلايد معناش بش نشريوا الدويات يعني العملة صعبة نشريوا بها الدوي خير ما اللي نجيبوا فنانين من بره في الوقت الحالي أنا معا المهرجانات تكون تونسة مية بالمية في الوقت الحالي بالظروف اللي نمروا بها بالأزمة اللي متعدين بها الفنانين را ورد بلك را من كورونا سواء كان مسرح ولا معناها العروض الموسيقية أو المسرحية الفنية بصفة عامة من كورونا راو العبيد قعدة عامين بريسك ما فاما حتى شيء بعد حتى كي رجعت تعرض خمسين بالمية الفترة متاع خمسين بالمية المسرح وما تنجمش تاخدونك ما فاماش كيف كي وما يكفيش كي رجعت العروض رجعت قولينا تظلع معناها يعني فترة صعبة على الأخر بالنسبة للفنانين معناها مانيش ضد بش يجيبوا فنانين عروض كبيرة عالمية نحب نشوف أنا بدي عروض في مهرجين دولي مش نحس اللي بلادي زادة واقفة نكذبش عليك أنا الحفلات والمهرجانات تحسسني اللي البلاد فيها آمنة اللي أنا نحس حتى كان الظروف صعيبة ليلة لباس بخدرت ربي ما نعرش حسك بالأمين تحس إن الشيخة متفرده نحس عند نحس إحساس فرح وأمين ما نعرش عليش ينجم ليس معني غانط يقول لك شنو هالفرح أمين هكيك كيرا كون بلي في كرتاج نفرح نقول يا تيان بحليها الدنيا محليها العبيد ناس بزيك تعيش وتخرج وتتفرحد وعندها لكن إذا كان فما تكرار الحفلات ديجا الفنانين نعرف الانتاج اللي بشي قدموه نعرف الحفلة كيفاش بش تكون بالنسبة لي هنا في مهرجين الكبيرة دولي مش مش نرى حاجة جديدة هو يقول لك شي يقول لك يقول لك هنا الفنانين هذا نعرف الجمهور يحب الجمهور يحب الجمهور تلقاه قصص له الناس تطلبو تطلبو هو تحبو هو يجي يقول لك هنا معناها ماني بش نجيب للناس ولا للجمهور الفنانين اللي يحبو يدخلو له صحيح نونك هو اشنو يعمل هوني كمدير مهرجين هني قطلك هي الجانب هذا عنده دخل كبير نعرف اللي إدارات المهرجانات قاعدة تجيب في شي قولك هذا ما يطلبوه الجمهور بش يضمن كونه يضمن كونه يدخل فلوس يضمن ولكن أنا نحكي فنيا فنيا هما بيدهم الناس اللي جاوا يتفرجوا مش يتفرجوا في نفس معنى الحفلة اللي قدمها مثلا الفنان عم ناون لإضافة في المهرجين ما ثميش لازم نبدلوا وانتي تقول خلي يكتشف بتاتخ عباد اخرين فنانين اخرين أنا نقول لك حاجة يخي فما مطربين في المغرب يهزوا العقل مطربين تزيرية وتزير هنا خطوة يهزوا العقل معناتها تنجم تنوع في البرنامج بحاجات فنية ويولي الجمهور يقبل عليها معناش برشا فنانين الزيرية في العروف للفنان نريبح داريسة ولده عبده بش يعمل داريسيات وتلغط في اخر بالرغم اللي نجموا يستغلوا انهم الزيرية العطلة متاحهم يعديوها الأغلب في تونس صحيح لك يكونوا موجودين بكثرة في تونس منك انت جمهور التونس يجي ومنك انت زادة تربح الجمهور الجزائري بس اللي مش اجتهاد هكا في الاختيار فهمت هات اللي سائد الموجود وجمهور يعرفوه يحبو بش يجي وكعو والجمهور ماذا بيه متنفس انت عبش يخرج لكلنا نحبو ماذا بينا نلقوا حفلة بش نخرجولها يلقى حفلة اللي هي معناتها واضح هذي كشكون يمشي اما فنيا فنيا شنوه جديد لتقدم ماذا ماش هذي هي معنا اينا كي بش نمشي مثلا انا مش محتاجة بش نمشي نعيط على فنين واع عاجبني مثلا بش نمشي نتفرش في الحفلة شنو عمل بش نلقى نفس الاغاني دوق ما فماش حاجة فهمة الاناليزم تاعك كاثر ومعقول ومفهوم بالنسبة لكاثر تقول لك ولكن لبناء تقالت يكون مية في المية تونسي معاها انا زدك ميل بوخصان اللي الفنانين التوينسة عنا برشة فنانين بهين وكل منطق اللي يحكيون تاع الفنانين التوينسة ميجيبوش الجمهور ميعبيوش ميكش محتاج بش تعبي في المهرجانات راهي المهرجانات ميهيش للربح المادي فقط هي ثقافية بالاساس هذية اما ينقصهم الثيقة معطوهمش الثيقة ومعطوهمش الامكانيات اللازمة لانه الفنان التونسي كي يطلب المبالغ هذيك ما عدا بينسوق حسب ما بقي إذاعية نرى ومنعرش صابر مش مني لي هالحكاية يقولوا صابر هو ميخو كيما الفنانين هذو ما ليجيوا لكن الفنانين الاخرين الكل المبالغ اللي يخذوا فيها قدام الناس اللي قاعدة تجيه يعني الفنان اللي يجيه من خارج تونس ينجم الواحد متاعه يجيه بقديش من فنان تونس يعمل